الهواء أولى بهذا الرصاص من غيره بعدما فر من كان مهيئا له ذلك هذا ما يرغب في قوله هؤلاء المقاتلون المعارضون لنظام القذافي بعدما زال من طريقهم من يساند العقيد ونظامها المسمى جماهيريا هذه صبرتها إلى الغرب من طرابولوس وعلم الاستقلال فيها يقول إنها استقلت من قبضة النظام ولم يق منه فيها سوى الفراغ في صنادق ذخيرة متنوعة كانت سند رئيسيا لصموده في حرب مستمرة منذ ستة أشهر وهذه ملابس جنود حكوميين ارتأوا أن خلعها أهون عليهم من الموت في حرب يبدو خاسرا فيها من جندهم وفيما الكثير من الجنود خلعوا زيهم العسكري في الميدان فإن الخطاب الرسمي في طرابولوس اكتسى لهجة جديدة نحن جانحون للسلم إن جنح الآخرون له هذا قولهم بأفواههم جاء الوقت لوقوف للوقف الفوري اللي يطلقنا ومن هذا المكان نطلب من المجتمع الدولي وعلى رأس للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية أن تتعاون مع الشعب الليبي للوصول لحال سياسي مرضي لكل الأطراف في هذه المرة لكن قبل المجتمع الدولي هناك مجتمع ليبي ما زال تحت هول الكثير من الصدمات كانت هذه أسرة آمنة هي وصغارها في مدينة الزاوية أو هذا ما كانوا يعتقدون لكن يبدو أن كتائب القذافي بعثت إليهم بهذه الصواريخ رسائل فكان هذا الدمار وكان هذا الرعب والله خافوا من السلاح خايفين السلاح هذا سلاح مدمر لا يطلقش لا بنادم ولا حيوان ولا أشجار ولا شيء وإن كانت سواريخ القذافي قد حرمت هذه الأسرة ومثيلاتها من نعمة الراحة فإن مقاتلي المعارضة حرم القذافي من سلاح النفط الذي ظل منه يغذي نظامه مصفات الزاوية ومن سيطر عليها فهو قوي ومن رفرف علمه فوقها فسوف يصبح أغنى المقتلون غانموها لكن هذه الأصوات والدخان الأسود المتصاعد يذكران بأن المعركة لم تنتهي بعد وبأنها خلفت شروخا عميقة وبأن تاج من سمى نفسه ملك ملوك إفريقيا لم يسقط بعد عبد الرحيم الفارسي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر